يا مسائل فل ازايك انا ماريان حبيب والنهاردة هعمل معاكم الكوب كيك القطني الحلو ده هنعمل كوب كيك هاش وبسيط وكمان طعمه حلو جدا جدا للناس اللي طلبتهم مني كنت حابة اعمل وصفة سهلة وبسيطة عشان ده اول نوع من انواع الكوب كيك نعملها على الصفحة فلازم تكون سهلة وبسيطة زي ما عملنا قبل كده كيك الفانيلا وعجبت ناس كتير والطريقة كمان كانت سهلة وبسيطة بس في كده كام حاجه هقولكو عليها تاني وااكد عليها لازم يكون نوع دقيق كويس جدا لابنستخدمه دقيق فاخر انا بستخدم دقيق ضحة انت ممكن تستخدمي اي دق براحتك المهم يكون فاخر او ممكن تستخدمي دقيق مخصص للكيك تاني حاجه الفانيلا بتفرق جدا جدا في الطعم الفانيلا السايلة مش الفانيلا الباودر كمان البيكينباودر لازم يكون نوع كويس واخر حاجة لو الكيك بتاعتك فيها فراغات من جوه وفي ناس كتير قايتلي على موضوع الفراغات ده فلازم بعد ما نحط الكوب كيك في الاوالب او نصبها فلصانية لازم نخبطها كده مرتين تلاتة على الرخامة عشان لو فيه اي هوا زيادة او فقاعات كده جوه الكيك تطلع على السطح وما يكونش عندك فراغات كتير جوه الكيك دي كده كل التركات قلت اقولها معاكم بسرعة ودلوقتي بقى نعمل الكوب كيك الحلو الجميل ده وشايفين اللون وكده وكان طعمه بجده هيجبكوا قوي بس معلش مشانا اللي هعمل الفيديو اللي هيعملوه قدام كوب كيك قالوا لأ لازم هما اللي يعملوه فسامحونا عالجريمة اللي هتحصل وفيه كوالس كده هتحصل وحنا شغالين فبس ان شاء الله في الاخر الوصفة هتعجبكوا ازي كاملين ايا اصحابي نعرف لنهاردة ان العيد وكل سنتو طيبين هنعمل كوب كيك اول حاجة مسكوا بها من الزبدة ونس كوباية من اللبن وكنين بيضة وربع كوباية الربع من السكر كوباية الربع من السكر ومعلقة زغيرة فاناليا وبيكن باودر معلقة كبيرة معلقة كبيرة ومعلقة زغيرة من الخل الدقيق كوباية ونصف من الدقيق من دقيق عليهم رشة ملح عليهم رشة ملح وننخلهم كويس اوي اوي ننخلوها كلهم كويس اوي الحاجة هنعمل ايه يا مادو احنا اول حاجة هحطيني الزبدة وبع كده السكر علشان نضربهم مع بعض ايه كويس جدا جدا بالمضرب هنبدأ بقى نضرب مع بعض السكر مع الزبدة كويس اوي اوي لمدة تقريبا دقيقتين او تلاتة بالمضرب وبع كده هنكمل كده هنحط الفانيليا هقولكو تاني بقى احنا عملنا ايه عشان محدش يكون باس تاهم مننا اول حاجة حطينا السكر معاي الزبدة والزبدة لازم تكون طرية بدرجة حارة الغرفة هنضربهم كويس جدا جدا لمدة دقيقتين او تلاتة ممكن بالمضرب اليدوي مش شرط خالص المضرب الكهرباء بس اضربيهم كويس اوي بعد ما نضربهم دقيقتين تلاتة هنضيف البيض ونضيف الفانيلا ونضيف الخل ونضرب تاني لمدة دقيقتين تلاتة تاني كويس اوي اوي الخليط كله مع بعض وبعد كده هنضيف اللبن احنا عندها نص كوباية من اللبن هنضيفها او الحليب او ممكن تحط كمان لبن رايب بيبقى حلو جدا جدا هنضربهم بقى كويس اوي 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 وانت بتضربي هتحس ان الخليط ده او القوام ده بدأ يفصل منك شوية او بدأ يعمل كده زي التقطيع كده او التكتلات مفيش مشكلة خالص وما تقلقيش لما تحطي الدقيق القوام ده هيفك معاك وبقى كويس جدا جدا لو قلت اقولك علشان لو حسيتي ان الخليط قطع معاك ده ما فوش اي حاجة ما فوش اي مشكلة هو ده طبيعي بيحصل الزبنة مع اللبن مع الخلي اللي احنا هاتنوهم بيعمل التقطيع ده فما فوش مشكلة خالص بقى كده لما ضربنا كويس هنحط دقيق وده باوض شايفين برضو بعد ما ضفنا دقيق زي ما قلتلكو هنضرب بقى كويس كلمود دقيقتين تاني هتلاقوا كده كل الخليط بقى ممتزق كده مع بعض وقاوموا كله حلو جدا وكريمي مفوش اي تكتلات خالص كده كويسة اويسة قاومها الضبوط هنبضى بقى ايه نحطها ايه في قوالب الكوب كيك صح طيب استنى هنقولها بعد ما اخرص كده خلاص الكيك جهز معينا او الكوب كيك جهز معينا وزي ما نشايفين قاومه حلو جدا هنجيب بقى قوالب الكوب كيك اللي عندنا لو عندكم الورق ده بتاع الكوب كيك تمام ما عندكوش بقى هتدهنوا وحدات الكوب كيك كده بشوية زيت خفيفة ودقيق عادي زي ما بنعمل عادي اي سنية وهنحط في كل واحدة من الكوب كيك من معلقة او نص لمعلقتين من المعلقة العادية بتاعتنا بتاعت الاكل انا مردتش هستخدم سكوب الايس كريم عشان هو مش موجود عندنا كلنا فعادي استخدمت معلقة الاكل لو عندك سكوب الايس كريم او معلقة الايس كريم عادي ممكن تعايري بيها او تحطي بيها المقدار بتاعك هنحط قد ايه هنحط بس لغاية تلتين او تلت تربع بس الورق اللي عندنا دي مش اكتر من كده ابدا كده خلاص الكمية كلها خلصت معايا وزي ما انتو شايفين انا سايبها تقريبا الربع واحدة في كل واحدة فاضي هنكون بقى طبعا مسخنين للفرن على درجة حرارة مية وتمانين زي ما قلنا قبل ما نبدأ في الكيك خالص وزي ما شفت برضو انا لازم اخبط كده الكيك مرتين او تلاتة عشان لو في ايه فراغات تطلع على السطح ما تكونش موجودة جوه الكيك وهندخلها من خمستاشر لعشرين دقيقة على حسب حجم الكاكويك اللي احنا عمليه بعد اتناشر ديه ده تبعي على الوقت خلصنا الكاكويك وهنجيب في طبع نحط فيه جبنا كيرو عليه باكو كريم شانتي باكو كريم شانتي عليه لبن نص كباية لبن نص كباية لبن وسكر باودر زي ما احنا بنحب السكر براحتنا زي ما احنا بنحب السكر براحتنا ونضربهم جامد جامد بالمضرب جامد لي حاسبت كريمة يعني عارفين الكريمة هم عارفين الكريمة فعلا ونحط اللون عليه بلو كده انت هتحط بلو ها واللون جميل اللون اللي انتوا عايزين ممكن تحطوه جرين يلو كده علشان بقى نحطه على الكاكويك سه? اه كده خلاص الكاكويك خرج معنا بعد سبعتشر دياب الزبط هو طبعا على حسب حجم الكاكويك اللي انت عامله والمقدار ده هيعمل معاك من اتناشر لخمستاشر واحدة برضو على حسب بالحاج المهم تعملوه بجد هيطلع معاكو حلو جدا جدا يعني صدقوني كوبكيك قطنة كده قطنة بجد هاش وطعمه حلو قوي قوي ومعليش بقى انا ما كانش ينفع ابدا اواريكو لفقرة التازين يعني هي بنت من الاول هو عامل كريمة لونها بلو فانتوا اكيد متخيلين فانا ما وردتش ابدا اواريكو الفقرة دي لاني كانت تبقى فقرة الساحر وانا خفت على مشاعركو بصراحة يعني خفت اجرح نظركو وتلوز بصري اكتر من كده فخلينا من غير تازين واكيد هنعمل بقى كوبكيك تاني بانواع كتير واطعمة كتير تاني مختلفة واكيد هنعمل تازين تاني لو انتوا بقى حابين تعملوا بالشوكولاتة هتشيلوا معلقتين كبار من الدي اي وتحطوا بدلها معلقتين كبار من الككاو الخام ويا ربكوا الوصفة سهلة وبسيطة ولازم تجربوها واعملوا لي بقى لايك وشير وكمان سبسكرايب لقناتي على يوتيوب وشوفكم في فيديو تاني ما السلام